نعم نمر الآن لمعرفة مضاعفات أربعة إذن طريقة بسيطة جدا لمعرفة مضاعفة أربعة وهي إذن لمعرفة مضاعفة أربعة أنظروا إلى العدد المكون من رقم الوحدات والعشرات نأخذ كمثال هنا مثلا العدد 536 إذن انتبهوا معي جيدا 536 رقم الوحدات هو 6 ورقم العشرات هو 3 إذن العدد المكون من رقم الوحدات والعشرات هو 36 هل 36 من مضاعفة أربعة؟ نعم لأن أربعة في تسعة تساوي 36 وبالتالي فالعدد كله من مضاعفات أربعة 1540 إذن العدد المكون من رقم الوحدات والعشرات هو 24 وأربعة في 6 تساوي 24 إذن فهذا العدد كله من مضاعفات أربعة عندنا هنا ألفان وستة إذن ما هو العدد المكون؟ هو 6 رقم الوحدات والعشرات هو 6 إذن هل 6 من مضاعفات أربعة؟ لا إذن فهذا العدد ليس من مضاعفات أربعة ثم 12504 ما هو العدد المكون من رقم الوحدات والعشرات؟ هو سفر أربعة وأربعة من مضاعفات أربعة لأن أربعة في واحد أربعة إذن فالعدد 12504 هو من مضاعفات أربعة ويقبل القسم على أربعة ثم 34384 نأخذ العدد المكون من رقم الوحدات والعشرات هو أربعة وتمانون إذن أربعة في عشر أربعون وأربعة في عشرون تمانون أربعة في واحد وعشرون أربعة وتمانون نأخذها بهالطريقة السهلة إذن فأربعة وتمانون هي من مضاعفات أربعة لأن أربعة في واحد وعشرون تساوي أربعة وتمانون وبالتالي فالعدد 34384 هي من مضاعفات أربعة ترجمة نانسي قنقر